مساء الخير نظراً لتطورات الوضع الوبائي فقد قرر مجلس الوزراء فيما يخص قطاع التعليم العام الأمور التالية أولاً يتم تعليق دوام الطلبة والتحول إلى التعليم عن بعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس 17-9 باستثناء الصفوف الأول إلى الثالث والصف الثاني عشر ثانياً يبقى دوام طلبة الصف الثاني عشر كالمعتاد إما بالتناوب أو بالكامل شريطة أن لا يزيد عدد الطلبة عن عشرين طالباً في الصف ثالثاً وبما أن الصفوف الثلاث الأولى ووفقاً للمؤشرات والتوصيات الصحية هي من أقل الفئات العمرية إصابة للعدوى ولكون تدريسهم يكون في الغالب من معلم واحد إضافة إلى الأهمية التربوية لهذه الصفوف في بنائه واكتساب المهارات الأساسية سيعطى ولي الأمر الخيار بين التعليم المدرسي أو التعليم عن بعد لأبنائه وبناته في الصفوف الأول إلى الثالث الأساسي رابعاً ينظم مدير المدارس دوام المعلمين مع مراعاة الاشتراطات الصحية وذلك لمتابعة تعلم الطلبة وتفاعلهم معهم عن بعد ورصد ومتابعة دروسهم وستعلن الوزارة مزيداً من التفاصيل بآلية دوام الهيئات الإدارية والتعليمية يوم غد وشكراً لكم جميعاً